أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على التعاقد مع شركات عالمية للمساعدة في عملية تشغيل وإدارة المواني المصرية وأشار مدبولي إلى السعي نحو تأسيس منظومة متكاملة لتنظيم عملية نقل البضاء من المواني على غرار كل اللي بيحسب في المواني المصرية النهاردة بنبقى على طول حرصين بمجرد أو قبل حتى ما ننتهي من أعمال التنفيذ والتنمية اللي موجودة في الميناء بنكون تعاقدنا مع الشركات العالمية اللي تدير وتشغل معانا هذا الميناء نفس الكلام هنا تم مع واحدة من أكبر التحالفات العالمية علشان يبدأوا على طول معانا تشغيل المحطة إن شاء الله وبدأوا بالفعل الأهم زي ما كنت بتناقش مع معالي الوزير إحنا بنتكلم إن المنظومة كلها تبقى منظومة متكاملة مش فقط ميناء لكن لازم يكون معاه خط سكة حديد عشان يربط لإن ده بيبقى روح الميناء إن يبقى فيه خط سكة حديد عشان يربط وتتنقل البضايع من وإلى ده الميناء يبقى معانا منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف تبقى موجودة أيضا مع الميناء وهنا ميزة دميات طبعا إنه غير إنه هو ميناء بحري أيضا هناك قناة نيلية علشان بتدخل على طول داخل الدولة المصرية فالحقيقة الميناء هنا الحقيقة ميناء متكامل والأهم إنه يتم تنميته إنه يبقى ميناء زكي ويبقى بيضار على أعلى مستوى إن شاء الله وزي ما هنشوف الفترة الجاية شكرا